الحمد لله رب العالمين الاشتغال دياله في مجال الطبي وهذا المجال هذا على كل حال فيه اراء وفيه اجتهادات يعني ماشي اي حاجة يقول الانسان تسلموا له لكن كان بعض الناس تيصحبوا ان الامر سهل يجي يتعامل مع الكتاب والسنة وجي تيبدأ ينتقد المفسرين يبدأ ينتقد الفقهاء وهو ما عندوش الاهلية دياله والغريب ان الانسان يتنتقد وتدير هذا شي بحكم انه مجتهد وحكم انه تفهم حسن منهم مع العين بانه مقلد ومتبع يعني اقوال ديال المستشريقي يقبال اقوال ديال واحد المدارس الفلسفية اقوال ديال المدارس الغربية مش معنى انه يعني ضد الفلسفة او ضد العلوم الانسانية ولا الاجتماعية ولا غيرها لكن لا تتلقى الانسان يعني مقيد يعني وغارق في التقليد وتيجي يدعي انه راه مجتهد فاذا يرفض قول امام مالك ولكن لا جدي له يعني شيء قول اخر تقبله في انه يكون غربي فمثلا انت وحتى يتكلم على قول الله تعالى وكواعب اطرابة وبدأتي يجيب شيء تفسير ويدخل ويخرج في الادرام ما قدر يضبطها لغويا ما قدر يضبطها شرعيا فبدأتي انتقص يعني الفقهات يشوفوا عن الجنس وتشوفوا عن الدنيا وهذا كله جهل يعني اولا بالنص حتى النص الادابي النص اللي قرأوا الاداب تيعرفوا هاد المسائل اي طالب الان تيفهم هاد الامر كيفاش تنحلوا وعير النص الادابي بفضلا عن النص اللي فيه كلام دي الله سبحانه وتعالى اي نص من النص كانت مقدسة كانت ادابية بشرية او كانت مقدسة تراعي فيها السباق واللحاق وتنشوفوا البيئة النص اللي تتمثل في الزمان والمكان والاشخاص والاحوال فاذا هادك الناقيد ولا هادك اللي يفهم ولا هادك اللي يستنبط خسلاب ديرعي هاد الاحوال هادية تشوف الجذر ديالك التركيب الاصل دياله في اللغة التي ورد بها الاستعمالات دياله المتعددة يعني هادك الاستعمال واش تستعمل الاستعمال اللغوي ولا العرفي ولا الشرعي المعنى السياق العام الذي من اجل هي تستعملوا تلك المفردة فاذا الباحث المنصف هو الذي يفترض دائما عجز الترجمة عن نقل المعنى المقصود كما هو فاذا الى جنادنا هادك الترجمة الحرفية بدأت يترجمها كواعبة واحدة ترجمة حرفية ومشاعر ما تنعي اللغة بلا ما يشوف سياقات ديال القرآن والسياقات ديال الشرع غادي يقع يعني يعني في واحد في واحد خالة المنهجي فمن المعيب جدا ان يقتصر الناظر على المعنى الحرفي المعجمي لجد الكلمة في اي لغة من اللغات لا في العربية ولا في فرنسية ولا في الانجزية ولا اي لغة من اللغات لابد تنرعي والسياق لتستعملات هادك المفردة مثلا العرب تستعمل كلمات الحائد فاذا وإذا ابهنا نفسلها بالمعنى هالحرفي وشغلين يقولوا يعني الحائد هي المرأة التي تجوز منها الدم فاشنو تقصدوا بهذا الوصف تقصدوا المرأة البالغة السن المحيط ولا يقصدون التي أصابتها الضورة الشهرية فإذا في حديث نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائد إلا بخمار صلاة حائد إذا المرأة التي تكون حائد ما تتصلش فإذا شنو المقصود صلاة حائد فإذا المقصود بها المرأة بلغة سن التكليف فلفس الكلمة بعملها الحرف المعجمي هيقع في تناقض الخطأ سيرفض هذا الحديث يقول هذا الحديث ما عندنا من دلوا به رحائد ما تتصلش ولكن هذا المقصود فالمقصود بها المرأة البالغة سن الحيد فهذا هو المقصود إذن أدرك طريقة في فهم النص فكذلك في وصف المرأة بالكاعب في اللغة العربية ما تيقصدش بأن القرآن سافعي الوصف الجنسي اللي هو ظن أن الفقهاء عندما ذكر العقدة الجنسية يعني وصف جنسي بدني لشيء من أجزاء المرأة بالقدر ما هو المقصود وصف الفتاة بظهور علامات أنوتات فيها دلالة على صغير سنها على نظارة شبابها بحيث يمكن أن يتعلق بها يعني الإنسان فإذا الفتاة أو الرجل بالضبط فتاة في هذه السن تبدأ علامات أنوتاتها ببروز والظهور فإذن هذا هو المقصود من جتهد كواعبة كواعبة أطرابة يعني هذا اللي تتعامل يعني بالتعامل العلمي فمن هنا العلماء وضعقها واعد وضعقها واعد يعني لا بد من مراعتها كان واحد للعلم تتسمى العلم ديالاش ديال وصول ديال الفقه وصول ديال الفقه يعني هذا هذا علم عظيم جدا يعني يعني إنسان يهتم به يعني 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 يهتم به تماما عظيما في فهم النصص وهنا علشي ذكرنا هذه المسألة دا بالآن ديال هذه الآياء وربطناها بالنياء لأن سمعنا بعض الناس لابد الآن تيبدي تكلموا في كلام الله سبحانه وتعالى ومشي تخصص دياله فعلم الأصول مشي شي علم يعني الفقهاء جابوه يعني من صحراء يعني واحد تقفى ليمشات وصافية يعني لا علم أصول مشي علم منهج مناهج منجم وكنز للمناهج تستطيع تخرج منه المناهج نعطيكم مثال مثلا وغن يربطوه بالعلوم ما يسمى بالعلوم إنسانية ولا غيرها مثلا حسن بن الهيثم استخرج لمنهج تجريبي من السبر والتقسيم الأصولي هذا مسألة معروفة وهذا ليس يتتكلم عنه في التغذية ويتتتكلم في الدين ولم يعرف هذا بطبيعة الحال وغن يستطيع رسوله إلى تكلمتي معه في هذا شي فإذا لو جئنا لمنهج تجريبي في العالم اليوم لو وجدنا النواة دياله الداخلية ثم تتحدد الوصف المؤثير في الحكم مثلا الخمر تلقوا عندها أوصاف كثيرة اللون ديال الحمر الطعم ديال الحامض مثلا أو مسكر إذا الوصف المؤثير منها في التحريم هو يعني الكون ديالها مسكرة هو كونه مسكرة لأن هذه الحمراء تلقوها يعني في مشروبات أخرى ولكن هي مباحة فلا عبرة بهذا العامل الحموضة تلقى مشروبات يعني في حامضة مباحة فإذا ما تعتبروش هذا العامل فلم يرقى إلا الإسكار فإذا العامل المؤثر الحاسم المحدد للنتيجة هو المقرر في علم المناهج لهذا نجد الأصوليين يعني علماء الأصول تعرفوا العلة بأنها الوصف الظاهر المنضابط المناسب المؤثر هذه تسمى عند أصحاب المناهج الآن بالعامل المحدد إذا نحن الآن أمام مناهج للنظر لا نكتفي بها في النظر الفقهي بل سندخل بها إلى واقع الحياة العامة الحاسم بلو الهيثم استخرج المنهج الجريبي وعزل العوامل لكشف العامل المحدد من السبر والتقسيم الأصولي فاستخدم علم الأصول اللي وضعوه الفقه واستفاد منه في المنهج الجريبي الذي كان نواتل المنهج الجريبي الغربي الذي أنتج المعرفة لكن الآن كذلك يعني الإمام الشافعي يكتب الرسالة تعالي في بي سهزئني بعض الشافعي والإمام مالك بحال يعني لاشي دراني صغر على هكذا ما فهمين والو الرسالة اللي كتب الأمام الشافعي وأسس بها علم وصول فقلي كان هو موجود كانت نتيجة لواحد الواقع كانت ظهرت الطوائف دي الباطنية اللي صارت تتحر في المعنى وبغاي يستولوا عن النص وغايخطفوا النص الشرعي ويجعله هو الدين بالفهم دي الهم ويلزموا به الأمة فقام الشافعي رحمه الله بوضع يعني بوضع مصنفين أنظم في هذا العلم الموجود وما كانش عني شي حاجة جابها يعني من عنده فهنا تقولوا هذي الناس يعني اتقوا الله فالحكم الشرعي يؤخذوا من الشرعي من الشرع نعم العقل كذلك له دوره في هذا الباب ولكن هو في خدمات في خدمات النقل ومن هنا الضبط دي اللغة العربية وش إيسان ما تضبط تتكلم باللغة العربية وبغاية يناقش مع جهاب دي المفسيرين دي اللغة ودي العلم يعني اللي تفهموا في اشتقاقه يعني الكبار العلماء التنفط بن عشور القرطبي والطبري علماء كبار فإذا إنسان ما تقدر تقول عربية لا حول ولا قوة إلا بلا ما يعرفهش والإعراب هو فرعون علي المعنى فكيش يعني تتطاول على هذي العلماء ثم يعني في مراد المتكلم لهو الشارع فمثلا لا إله إلا مثلا أنت هجين محويت يقول لك لا نافية للجنس إلا اسمه لا المنفي إلا سيتنا الله عز وجل مستنا لا إله نافيون للجنس علم دي العقيدات يشوفها يعني من منظور آخر علم دي الأصول تتناول هذه الكلمة تناول مختلفة فيقول لك هذا صحيح في قاعة سيباوي يعني من حيث اللغة أما نحن يتكلم يتكلموا بها المتكلم هو قاصد للإثبات تسميه العلماء الأصول المجاز للكلام لأن المتكلمة بها متبيتون قبل أن قبل أن ينفي فكين هات الناس ما تعافوش فهو قل اللي كلاسي دي هات واشي هذا يعني النموذج يعني 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 الناس اللي كتبوا فات شي اللي بغى بدي ينقشوا متأطرين بمناهج غربية نقول لكم متأطرين بمناهج غربية يعني يتدروا بأنهم هم مجتهدون ويعني ويفهموا ويعني ويناقشوا العلماء الأصول واش ممكن مثلا إذا جاء واحد القاضي في أي دولة في أي ملة في أي دين وقال مثلا أنا غادي نحكم عليك بكذا وعرفني مثلا العقد اللي هو يعني أنه تبدل إنسان واحد الثمان فإذا جاء القاضي هذا حكم جاء واحد قال له لا مثلا مثلا أنت يقول غادي المشتري غادي يقول له كذا وكذا حكم مثلا في مسألة جاء هو قال لك لا سيدي أنا المشتري عندي ما غادي نفسرو بأنه هو يعني هذك اللي تبدل الثمان لا أنا غادي نفسر المشتري بهو الكوكب في المجموعة الشمسية فإذا جاء هو النص القانوني وحرفه قال لك لا المشتري المقصود به قد يتحكوا عليه الناس فهذا شي تدير بعض الناس تيجوا عن القرآن ويجو السنة وتيطبق على مناهج غربية مناهج بعيدة عن السياق مش معنا أنه ما نكون نفاتحين هذا مش المقصود ديالي بل احنا محتاجين والحمد الله العلماء كتبوا كتبوا في مجالات مختلفة الحمد الله هذا موجود ولكن كان هذي ينشيع في الإسلام بأن هذا ما من مرة أي واحد عنده القدرة أنه يفسر بشرط أنه تكون عنده القدرة على التفسير وكانت عندنا واحد الفرقة في التاريخ الإسلامي هي الفرقة الباطنية التي كانت تزعم بأنها ممكن أنها تفسر القرآن العظيم فإذا الأوروبا في عصر الوسطى ظهور ردة جاءت ظهار ما يسمى القسر الألماني مارتل لوثر هذا القسر أستاذ في علم اللهوت الكنسي هذا لدى الواحد الردة ويعني يعني 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 في تفسير كتاب المقدس يعني ما يبقاش مقتصر على رجال الدين بل أنه ممكن يتعدهم فإذن هما يستندون إلى مقولة مارتل لوثر وخاذ أنهم ما تقولوا شيء يعني وتنقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك جاء كدريضا فيلسوف يعني فرنسي لجبنا النظرية تفكيكية منهج أدبي في النص يعني انفصال بالنص والواقع تفسير هذا يعني يطول ولكن أنا أريد إشارة بسرعة بسرعة لأن بعض الناس تنتكلموا تنخوضوا في الفروع تنسوا الأصول والمناهج العلمية نتبعوه فيما تغروش يعني إنسان ما يتبدي يتكلم في غير فنه لو سكت الذين لا يعلمون لا رفع الخلاف إذن السيدة علي تكفي نية واحدة في أول رمضان نحاول إن شاء الله ندوز بسرعة